بسم الله الرحمن الرحيم لازمنا في الشابتر الاول في الجرياتريك نيرسين شرحنا مع بعض في خلال المحاضرة المباشرة وصلنا لعند Life expectancy بنحكي إيش يعني Life expectancy Life expectancy من اسمها Expectancy يعني Executive يعني معدل الحياة المتوقع إذن هي عبارة عن number of years from birth that an individual can expect to live بدش متوقع أنه يعيش طبعا هذا بيختلف من دولة لدولة حسب التقدم الصحي والتقدم يعني بيقولوه لا المرضى كبار السن عندهم كل ما بيزيد التقدم هذا كل ما بيصير إمكانية إنه يعيش أكتر موجودة وبالتالي like expectancy بيزيد زي ما أنتو شايفين بيقسلون تقديمًا لثلاث أقسام young old من 65 لأربعة وسبعين و middle old من 75 لأربعة وتمانين ولا أكتر من 85 هدول بيكونوا old old بيحقو عنهم تمام علنا معدل life expectancy في فلسطين يعني حوالي تقديمًا 73 أربعة وسبعين حاجة إزاي هي طبعاً هنلاقي إنه فيه اختلاف في life expectancy بين male gender وفي male gender بكل الدول لأسباب كثيرة يعني لو بدنا نشوف إيش أنا كنيرس الهدف تبعي من nursing care للناس الكبار السن هدول The study of geronatology is related to new science طبعاً المعلم جديد The focus of geronatology and geronatological nursing at this time was to study diagnose and treat disease زي ما إحنا عارفين دائمًا عن دورنا كان يرسز في الخطة العلاجية سواء في البيدياتريك أو في الأدلت أو في الجيرياتريك وظفتنا إنه إحنا نحدد المشاكل Identify the problems وبعدين Diagnosis نحط إلها تشخيص تمريدي بعدين نحط goals هدف عشان يعني نحل المشكلة هذي وبعدين نعمل planning علشان نحط interventions وبعد هيك ننفذ نعمل implementation ننفذ البلان تبعتنا عشان نعمل treatment أو care للحالة الصحية الموجودة عندنا وهذا هي يعني purpose أو goal من الشغل تبعنا بصراحة هذا لا يتوقف على إنه يعني مش بس معناه إنه أنا ممكن أزود حياة المرضى وأطيل في أعمارهم نتيجة الخدمة الصحية المقدمة يعني زي ما بنحكي إنه إذا واحد صار عنده أي مرة صار عنده صار عنده مثلاً عشان يلاقي حالاً نيرس يعتني فيه ويعمل له ويعمل له changing position مش عيسين عنده مش عيسين عنده ربما تجرح طيب أو ممكن أصلاً أنا عشان فيه عندي جيرياتريك بيشانت وأنا بهتم فيه وبعمل له وبعمل له skin hygiene وبعمل له body care مش هخششه أصلاً في اللي هو البيتسور وأخششه إنه يصير عنده ووند مش هخششه إنه يصير عنده ووند ويصير عنده وإلى آخرة كمان إحنا مش بس هذا دورنا لا يتوقف على هيك كمان يتوقف دورنا إنه أحسن جودة الحياة اللي هو عايش فيها إنه يكون فيها نوع من الرفاهية نوع من الركرييشن مش الرفاهية الاجتماعية أنا بقصد فيها الرفاهية الصحية إنه نعيش هو لسه يعني يستطيع أن يعمل كذا ويعمل كذا ويخدم نفسه والأشياء هذي ولو ما بستطيعش أقدمه إياها أنا بشكل بحيث حافظ على آدميته حشان يعني فيه الديموغرافيك والعمر يعني صار فيه بينهم تشابك لأنه الديموغرافيك يعني خلينا نسميه التوزيع السكاني في البلاد بدأ يصير مرتبط في العمر لأنه بدأت عملية يعني كبر السن يتأثر في توزيع السكان وصار فيه عدد كبير من الناس اللي هو كبار السن بيعيشوا في المجتمع وبشكله جزء يعني مهم من البوميوليشن زي ما بنشوف إحنا في الدول المتقدمة كل ما بتتقدم الدولة بزيد اللات إكس بكتنسي عندهم وبالتالي الـ 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 الناس اللي فوق الخمسة وستين بمراحلة ثلاثة زي ما حكينا خمسة خمسة اناَ بلو دول المتقدمة انا في ألمانيا والسويد والدول هذه الاشت بيرسون بشكله حوالي 48% واكتر في بعض المجتمعات من المجتمع وهذا معناه انه عندهم يعني فعليا بدت تصير مشكلة لانه عدد الناس المنتجين قلوا ليش الناس اللي فوق ال 65 دولار برضوا يتصنفوا على انهم ايش يعني بقل انتاجهم وكل ما بيكبر في السن بيقل انتاجه اكتر يعني ربما في ال young old يكون في عنده شوية انتاج لسه بيشتك المحاضر لسه كذا لكن اما بصير نديل old ببطل طب و old old صار فوق ال 85 ما بصير صعب انه ينتج يعني يمكنها يستشيروا كل يوم استشارة واحدة طب عشان هيك في بنلاقي مفارقات مثلا Japanese versus Africa دول متقدمة الصناعية الكبيرة زي اليابان وربما اليابان بالذات هي اكتر دولة يعني على مستوى العالم عندها لايف اكس بيكتنسي عالي بوصل حوالي 83 سنة واخدين بالكم بعكس افريقيا دول افريقيا حوالي معدل لايف اكس بيكتنسي عندهم حوالي بس 47 سنة ايش الطريقة تقدم الصناعي اللي عندهم الخدمة يعني الدولة بما انها غنية فإمكانية تقديمها للخدمات الصحية للناس الكبار سهلة لكن الدول الفقيرة يعني انا بضرب مثال شفته يعني مشكل عن قرب كان فينا في الدكتورات زميلة من نيجيريا فكانت التحكيم نيو عملنا محاضرة بعد قدت انا محاضرة عن الليف اكس بيكتنسي والجينورال هيلف كوندشن في فلسطين فالتاني محاضرة كانت لايلها عن الوضع في نيجيريا فاتفجأة تميت انا انه احنا الفلسطين الليف اكس بيكتنسي عندنا حوالي 73 سنة بينما هي لما انحكنا الليف اكس بيكتنسي عندهم كانت 45 سنة تصوروا خمسة واكوال طب احنا احنا ايش 45 سنة بيقول عنه يعني زي ما بقوله لسه ولد صغير ايش 47 سنة 45 سنة فللأسف انه هدارتنا هيك معدل عمار عندهم لعند 45 ستة واربين وبقلب شافين كيف طب ايش السبب ايش السبب انه اي مرض بصير عنده مفيشش خدمات صحية راقية تقدم اليه لا درجة انه يعني من كلامها فهمنا انه الناس اللي بيصير عندهم هينالفاليار هناك ما بفيش امكانية يغسل خلص يتوفب وموت لانه غالي جدا كل بلد والبلد بتقدرش توفر له اللي هو الغسيل المجاني واذا بدي يغسل خاص الغسلة بتكلفه بصر قديش دولار فبالتالي لا يعني اكتر من 500 دولار فبالتالي رايتم اصلا بجيش هذا الكلام كل الشهر طب مش معقول الا اذا كان غالي جدا ويعني عرفت منها حتى انه خالها صار عندهم اللي هو رينا الفاليار فاضطر يسافر على السودان علشان يغسل وايش كل اسبوعين يسافر مرة يغسل مرة تصوروا كل اسبوعين مرة واحدة يغسل مش في الشتات احنا مع الشتات بنوصل ل 16 مليون اه اللي في قطاع غزة والضفة الغربية حوالي خمسة مليون الا شوية منهم ثلاثة مليون في الضفة واثنين مليون حوالي في الا شوية طبعا في غزة زي ما انتوا شايفين في شكل عام في فلسطين حوالي اربعة في غزة اكتر منها شوية عن الضفة تشايفين كيف اتنين وسبعين عند الميل لكن عند الفينيل خمسة وسبعين اه ربنا ما اديهم ايش الفيميلايات طول طول عمر اقولوا لازلام طبعا زي ما انتوا شايفين بتتقصف اعمارهم بدري من كتر ما بدوا عليهم فيعني معدل اللايف اكس بيكتنسي بشكل عام حيكون حواليه الثلاثة وسبعين اربعة وسبعين حاجة زي هات كما انتوا شايفين الاحصائيات تبتدينا عن الانفانت مورتاليتي ريت والشايد مورتاليتي ريت اذا فكرنا هذا الكلام جزء من الابديميولوجي اللي اخدناها الفصل اللي فاتت فالترانس تبعات الاجينج حكينا عنهم اللي هو يانج اولد وميدل اولد و اولد اولد القصة هنا انه وجدنا انه في جندر ديفيرانسيز اللايف اكس بيكتنسي ليش هاد الجندر اكس بيك مين يقدر يفسر ليش خمسة سابعين عند الفي ميل بينما اثنين وسبعين عند الفي عند الميل عشان تي كبشة انتر اكشنز عوامل بتأثر في الموضوع ربما تكون بيولوجيكال ربما سوشيال ربما بهافيار الفاكتور ايش يعني بيولوجيكال عندهم بيولوجيكال فاكتور ان الاسلام بيشتغلوا في اللي هو قدرتهم العضلية اكتر فبشتغلوا باعمال شاقة اكتر فبيطعبوا اكتر بيس ممكن يصيروا عرضة لامراض اكتر الوضع الاجتماعي تبعه ممكن يكون مختار ممكن يكون استاذ بتعرض لاسترس كتير ممكن يكون قاضي بتعرض لا انفعالات كتير او قصص كتير فبيصير مع ام اي بدري بهيف يرى الفاكتور سلوكية امور سلوكية ست يعني ربما مؤظم الستات عنا ما بيدخنوش لكن من السلوكيات اللي منتشرة عنا بين المال جندر انهم بيدخنوا مثلا طيب معروف ان الدخان بيزود فرصة الاصابة بالسرطانات بيزود فرصة الاصابة بامراض اللي هو الرئة وبالتالي ممكن يؤثر على انه تكون المرتلتي الريت اسرع اذا فعلا الجندر بيأثر اللي عندهم يعني ربما يتطور لمشاكل كتير مع مرور الوقت زي ما حكينا عن التوباكو او الاخطار تبعة المهنة اللي ممكن يتواجههم طبعا في ناس كتير بتواجههم اخطار في المهنة انه بيشتهم مثلا بالاكسارة بالدهان بالكزا وهذا ممكن اصلا بحاجة زي ما تتعرض للإسمانة والخوية والعجات هذه يعمل امراض وبالتالي يزود فرصة الاصابة بالمرض ويعني يقلل لكن بتضل انه الوومن لو بدوا يتعرضوا لنفس المخاطر اللي بتعرض لها الازلام او رجال في هذا المجتمع فانه الجاب هادي اكيد ايش هيصير فيها حتصير اقل وحتصير نرو ويمكن يصير الاكسبكتانسي او اللاف اكسبكتانسي عند الميل زي عند الفيميل ليش لانهم مثلا الستات في نبناء المعروف مثلا انهم مشربوا سجاجة زيهم داي الرجال فحتلاقي انه مثلا موضوع اتباكو مش عامل يعني يفرق بين الاكسبكتانسي عند بين الميل والفيميل اوكي هيك يا جماعة احنا خلصنا اللي هو البرت الاول من المحاضرة الاولى وان شاء الله رب العالمين حا نكمل معكو فيه اللي هو المحاضرة البرت الثاني من الشفتر الاول الان اوكي بسم الله الرحمن الرحيم نحكي عن الحياة بعد الخمسة سفتين كما حكينا انه يزيد وطول اعمار الناس هذا أصبح مرتبط اللي هو تحسن الرعاية الصحية اللي تعتمد والتحسن هذا بشكل اساسي تعتمد على اللي بريمتاتيب سيروسيس وان يح развитع مغ000ت الأولي وعند هياية مطلب مغ000تها وبشكل اساسي يعني sweatsة البرت المغ000تها وانه هو عثور مهدُ duas يلاح ثالت اوات thực حسن الوضع الصحي والخدمات الصحية والرعاية الصحية للناس هدولا كبار السن عن طريق برامج اللي هو الرعاية البرينتاتيب كير اللي هي اللي هو الخدمات اللي بتمنع أصلا حدوث المرض الرعاية الأولية أو اللي هي بسموها نسيت الاسم بالعربة طبعا البرينتاتيب سيربسيز اللي هي يعني تجنب حدوث الأمراض قبل حدوثها وطبعا احنا بنعرف انه البرينتاتيب مش بس زي هي لانه انواع برايماري وسكندري وتيرشاري تمام فطول ما احنا ماشيين في البرينتاتيب سيربسيز هادي وين اللي هو نمط حياة أكتر صحة فهذا معناه انه احنا ممكن فعلا نطول حياة الناس هدولا او نخليهم يتمتعوا بعمر اطول و اللي هو جودة حياة احسن تمام علشان هي النيرسي شد اجريسيج انهلت بروموشن افورد احسن انهلت بروموشن عيش خاطر اقصام انهلت بروموشن اجريسا انهالت شد احسن انه لا انه الان ساتين انا نيرس باتعمل معه وباللوشن او انه الانسه هذا ريجل رجل برا او انهلت بار نفسين كنت عشرين سنة و اتعيش بكل وقتية من قوة في اللي هو أمور التعزيز الصحة والتأهيل عشان أخلي الناس هدولة فقلا يعيشوا حياة كويسة في العمر اللي ربنا كاتبه لهم. الكرونيك إلنس هو الحقيقة المشكلة اللي بتواجهنا وهي اللي بدنا نصب الأفرط طبعتنا كلهيتها ضدها علشان الناس هدول كل ما بيكبروا في السن معروف إنه فرصة وجود الأمراض المزمنة عندهم بتزيد. هذا الزيادة في الأمراض المزمنة هادي بتفتح إلنا مجال واسع للنيرسز إنهم يشتغلوا ويلاقوا مكان حيز يعني اللي هو اللي هو نتفقد الحالات هدول نوجد من عندهم مشاكل نعلمهم ونزود التقافة الصحية تبعتهم نعمل معاهم بروغرامز بقاس إنه يعني نمنع وصولهم كاملة الكمليكيشنز زي ما حكينا أنواع التلاتة عشان نحن نستطيع نوصل لهذه الرعاية للناس كبار السن هادا بدي شوية معلمات عن الصحة والمرض عندهم والمحددات المرضية مين هي العوامل اللي بتعمل عندهم يعني بتزود فرصة حدوث المشاكل وإش هي العوامل اللي ممكن يتقلب عندهم المشاكل الصحية والأمراض الصحية وأصلا ايش هي الهيلف الدزيز المنتشرة عندهم أكتر الالزهايمان والديمينشيا والفراكشارات بكوز فولين داون والدبريشن نتيجة اللونليس بتدور وين هي وأحدد معدل انتشار كل واحد فيهم وأشوف مين اللي يستدعي ان انا أبدأ أشتري فيه أرجنت وأعمل له انتربنشن هادا كله زي ما انتو شاكين البيولوجيكالستاذيز اللي درسناها مع بعض في الشابتر الابديولوجي أو في الفصل اللي فات بنحكي عن التيرشي البيبنشن بنحكي ممكن هو أكتر نوع من أنواع البيبنشن The best strategy for the control of the diagnosed chronic disease أنا عندي مريض ومشخص يعني هو دابيلي هو هايبرتينشن هو عنده أمتوتاشن هو مشخص disease is in the older adult is to employ tertiary لازم أفعل tertiary prevention and attempt to slow the progression of the illness and the preventive or readers disabling loss of function يعني سواء هو عنده مرضه بتصير إله أو في عنده يعني زي ما حكينا نعتبر انه واحد عنده وبطل لسا عنده loss of function لعضم الأعضاء وأنا بدي أبطل تبع انه بطل يدي يقدر يمشي لا بصار في عنده بنجيب له في عربة متحركة وممكن تأخذه يتنقل ويعمل ويسوي وعمله ثمانينة خلي يعرف كيف وعمله rehabilitation خلي يعرف كيف ينتقل من السرير لل wheelchair هذي كيف روح على الحمام كيف يرجع من الحمام كيف يطلع عدارهم كيف يروح على المسجد كيف يرجع من المسجد وممكن انتو هلقيت شايفين انه في عدد كتب من كبير من الناس السن بدت تنتشر عند الفقافة هذي في غزة صح disabled أو كبار في السن لكن عندهم القدرة انهم يعيشوا حياتهم بالايدس هذي بالوسائل المساعدة يعني على الاقل ما بيحتاج مش مساعدة من احد انه او ما بضلش عفوا يعني على التعبير مرمي في البيت ما بتحركش لا عنده الوينيتشير تبعته بقدر ينجل حاله عليها وقدر يطلع وينزل فهذا جزء كويس longevity and gender differential طول العمر والاختلاف بين الاعمار زي ما حكينا انه احنا اصلا يعني يمكن في غزة وفلسطين حكينا انه الوومن بعيشوا اكتر من المين على مستوى العالم برضو هذا الاشي ملاحظ انه 55% يعني الفينيل بشكله في معظم الشعوب حوالي 55% في المية عفوا هما عبارة عن ميل ولكن حوالي تمانية وخمسين في المية هما الوومن عشان هيك من المية احنا دول العالم الثالث أوه ! بشكل neues بشكل م Journal في فلسطين الوضع مشابه زي ما حكنا لكم إلى حوالي تنين وسبعين لفتنين وسبعين يعني المتوسط الثلاثة وسبعين سنة التي تنسب فلسطين هدي ما يسموه فأول محاضرة عدتها عن شئ اسمها ديبندانسي ريشيو. ديبندانسي ريشيو كل ما بزيد الله بإكسبكتانسي بزيد. بس ديبندانسي ريشيو باعتمدش فقط على اللي هو عدد الناس كبار الصين. لانه كمان من ضمن الناس اللي في ديبندانسي ريشيو بحسبوهم اللي هم الناس اللي اللي هو تحت الخمستعشر سنة. يعني عشان يك بقولك ديبندانسي ريشيو. ريشيو. اس كالكوليته اس دا نمبر او بيرسون بلو ففتين. لاحظت تحت الخمستعشر سنة. ام اباب سكستي بايد. اه. بير وان هندرد بيرسون ايج. من خمستاش لاربع وستين يرت. الناس اللي بين خمستاش واربع وستين هادول برا لحسبة. أجل من خمستعشر بنحسبهم لانه ديبندان. هذا أجل من خمستعشر محتمد على عبوه في اكله وشربه ومصروفه. أكتر من اربع وستين يرجع سين محتمد تاني على الناس سواء حتى على الدولة ازا انه ما عاش. اما بطل ينتج على أولاده. ولذلك هدا بيسمون ديبندانسي ريشيو. احنا بالنسبة لنا ديبندانسي ريشيو اننا في فلسطين نوعا ما كبير. يعني حوالي طلاق اربع وسبعين في المية من المجتمع كبير. بدي حدا ان شاطر يحكيلي ليش طبعا بغزة انا اكتر من الضفة كمان. يعني سبعين في الضفة اوالي 83 اوالي 84 عنا. ليش ديبندانسي ريشيو اننا عالي مع انو انا بحكي لكم انو عدد كبار السن عنا مش كتير من المقارنة مثلا بدول اوروبا لكن ديبندانسي ريشيو انه عالي. ليش? فكروا فيها عشان تجاوبوني يوم ما نحكي على المباشر او اللي بدها تبعد الاجابة على اللي هو الحوار. هعمل منصة الحوار على الصفح ان شاء الله. وهذا السؤال اللي اعتبروه نشاط جاوبوني عليه. تمام? جندر لايف اكسبكتنسي دي فرانسيز زي ما حكينا انو في فرق بين الميل والفيميل نتيجة اللي هو الجندر بسبب عوامل بيولوجيكالي او يعني شرحنا تقريبا هادي السلايد في الجزء الاول من المحاضرة وحكينا انو الستات ممكن يزغروا او يعني عفوا الفرق هذا والجاب هادي تصير اقل في الايف اكسبكتنسي لو صاروا بتعرضوا الستات لنفس الانفيرومنتال هادرسة اللي بتعرضوا اقلها لرجال. وحكينا انو اهم حاجة علشان احنا يعني اهم مجال انو احنا نشتغل فيه عشان نزود لايف اكسبكتنسي ونتعامل مع الناس الاجد هادولا انو احنا نشتغل على تتوي لسه كنت بحكي انو احسن مجال احقق ويعني احسن نوع من أنواع الـ primary prevention لا لـ chronic diseases التارشري. بس هذا مش معناه انه انا ما بستخدمش النوع الاول والتاني. لا بستخدم النوع الاول و بستخدم النوع التاني الـ primary وال- secondary prevention حسب الحالة لكن اذا واحد قريب يصعر عنده chronic disease تعالى بكون اماني انه استخدم التارشري انه اتعامل معاه على اساس الـ chronic diseases اللي عنده ابعث انه ما يدخلش فيه complications تبعته تبعت disease لكن اذا بالنسبة للامراض التانية اللي هو لسه مش عنده هشتغل معها primary. بالنسبة للامراض التانية اللي هو ممكن تصير عنده هشتغل معها secondary. اعملها screening battery و اذا صار عنده اي يعني مرض منها ابدأ اعمله early discovery اكتشفه battery و اشتغله و ابدأ اشتغله هذا secondary فاكرين اخدناه هذا في الـ primary prevention اخدناه عفوا في medical surgical وفي primary prevention انه انا بعمله يعني خدمات و نصائح و تبعته اصلا انه ما يصيرش عنده بعض الامراض اوكي عشان هيك في العالم بتتبعوا انظمة كتير للـ screening screening test انه هي بتكون ايه شمالها بتنعمل بشكل روتيني يا جماعة بالذات للامور اللي زي البريست السيربيكس الفاجاينا الكولوريكتال بروستي كانسرات المناطق هدي منتشرة ومنتشرة كتير عند كبار السن فعلشان احنا نقلل في الدول بالذات المتقدمة عشان يقللوا امكانية اصابة الناس هدولة ويشتغلوا على اللي هو نظام زي ما حكيت والسكندري والتارشري فبالنسبة اللي هو السكندري انهم نروحوا يعملوا للناس هدول screening يدوروا عليهم هم كل مدة معينة حسب خطورته مثلا يعملوا كلونسكوب كل واحد كل عشر سنين يعملوا كلونسكوب هيك وهو ما انتشقش بس يتتفقد تمام؟ والناس اللي عندها معدل خطورة يعملوا ليها كل سنتين ايش معدل خطورة؟ يعني عنده عوامل مساعدة صار عنده بوليب جامل هيك في عنده هستوري والده اخته احدا من عائلته صار عندها كلو ريكتر كانسر فهو يعملوا كلونسكوب يشوف الوضع كيف كل سنتين ممكن يعملوا تحليل اللي هو عشان يشوفوا اذا في عنده نزيف في المعدة او في عنده شوية يعني في الكولون او في الجهاز الهضب بشكل عام تمام؟ ممكن نعملها مرة في السنة سيجمويد سيجمويدسكوب نعمل مثلا كل اربع سنوات عشان اكتير هدول الكبار السنبسين عندهم اللي هو كانسر ريكتر تمام؟ في السيجمويد بالذات فكل اربع سنوات ممكن نعمله فحص نشوفه نعمله منظار زي ما حكينا حسب وضع المريض بتتغير السنة ممكن تكون كل عشر سنين للمريض الطبيعي والله عنده معدلات الدهون والكلسترول عالية بدا تصير كل خمس سنين ممكن اعمله باريوم كل اربع سنين طبعا هذا الكلام جماعة مش ستاندرد لا كل دولة حسب امكانياتها بتعمل يعني مثلا احنا هل جيت حقول لكم بالنسبة اننا نعملش الحاجات هل نعملش عنه روتين في المنظر ولا روتين حتى في بعص البي اس اي البي اس اي حكينا عنه المرة اللي فاتت في الميديكال سيرجيكال برضو بره بره عن في دول عندها وان سير لروتين اللي انهم يعملوه المامو جرام عندهم روتين اللي يعملوه الستات اللي هو مرة في السنة بوماس كرينين الدور اللي سيكون في عنده بوماس اللي هو تيومر في العظم كل سنتين لكن انا ما فيش عندنا النظام الصحي القوي اللي يستطيع اعمل حاجات هذي لكن بتابعوا اللي هو النون كومنيكابل ديزيز فبشوفوا مثلا بلد غلوكوز بعملوه مطاحس سكر كل ستة شهر كل ستة شهر بشوفوا عيادات البرامري هيلف كير سواء عيادات الوكالة او عيادات الحكومة يتلاقيهم بتتصلوا على الناس او لما بروح المراجع عندهم وهو فوق الاربعين بقولوا انت يعني بعد ستة شهر او لك في تاريخ كذا كذا اللي هو وفع السكر عادة بتلاقيهم بعملوها ده مش يعني دوري كل ستة شهر في حاجات كل سنة حاس طول مواضع المريض كويس بكون كويس الناس اللي عندها مثلا سكر او مشاكل في الكلية فبقولوا لهم انت كول كذا انت متوكمش كذا من وقت للتاني بيسألوهم ايش بتوكلي ايش بشوفو ايش وضع ايش بوكل ايش بوكل ايش بوكل ايش الناس اللي عندها مشاكل في العنين برضو وخاصة اللي معهم بتعون السكر سواء كترك او جليكوما بودوهم على مستشفى العيون كل سنة عشان يبحثوا وقاع العين ويشوفو ايش الوضع عندهم عشان هيك كل هذا بخلينا نوصل يعني لمعذلات من الحياة اعلى لانه بنتابع الناس مش اللي بيعيه خلاص بيعيه ومحدش ايش احسن نعيش اطول ايش احسن اه اكيد طبعا كل واحد يفكر يفكر انها ايش احسن بس فينا سيكتب يقولك عمليش مشكلة مهم انها عيش اطول فكل يعني كل حدا يفكر كيف ما بدو هنا لو شوفنا هدا الريغراف بوضع كيف كان هم عمين اكسبكتد سنة 1990 اولا 2019 جداش اعمار الفيميل ممكن يعني تتحسن وشوفوا فعليا في الواقع سنة 2016 كيف صار الوضع فهم كانوا متوقعين يعني سنة التسعين كان الفيميل ممكن انه يكون ستة وستين بوينت واحد لكن فعليا كان واحد وسبعين هما توقعوا انه الى 2016 يصير سبعة وستين لكن فعليا هو ثلاثة وسبعين وفي الميل كانت اثنين وستين وثلاثة وستين يعني اقصد انه التقدم الصحي الموجود يعني حتى فاق التوقعات في اللي هو تبع الناس وصارت الناس تعيش اطول احسن من الفترة السابقة لكن القصة انه الناس هدول اللي بيعيشوا اطول شوف عاد نعيش اطول ولا نعيش احسن كل الناس هدول اللي بيعيشوا صار بيعيشوا ايش معهم طلع هذا الخط الغليز اللي هو صار بيعيشوا معهم طلع كل ما احنا بتقدم في العمر هاي هانا انت خمسة وستين لاحظوا هانا انت بعد الخمسة وخمسين طلع المنحنة قديش البرسنتج تسعين بصار كتير من الناس هدول بيكون عايش وهو مع ايش امراض من كومونيكابول يعني ضغط سكر وقلبه بصار ايش فكل ما بيعيش اكتر كل ما بيعيشوا مع امراض اكتر بينما نسبة الناس هدولة اللي هما كبار في السن طلع قديش كبار في السن لكن في النام في الكمونيكابول ديزيز ولا حاجة كل ما بتقدم في السن احتمالية انه يصاب بمرض كومونيكابول زي الامراض اللي هي تنتخب بالعدوى يعني زي الكورونا اللي احنا بنعيش فيها الاجز اللي بصار ايش قليلة احتمالية اصابتهم فيها قليلة احتمالية اصابتهم في ايش اكتر وفي الانجليز برضو قليلة قليلة جدا كمان لانه كم واحد بدو فيهم يعمل حادث طرق قليل ما بتحركوش كتير اللي اكتر ايش بدو يسير معاه بدي وقع في الضار يسير معاه اللي هو ايش اصابة بالغالب يعني مش بوقع عن الهو بتزلج بوقع هو في حادث طريق وهو رايح يعمل رياضة ما بيعمل مشكلة الحاجات تاجة لكن اصابتهم عادة ومعدلات الاصابة بالامراض انهم كومونيكابول للأسف جدا عالية عندهم معظم اكبار السن حوالي تسعين في المئة من الوبيوليشن بيكون عندهم ايش امراض مزمنة ولذلك الكرونيك ديزيز هي مشكلتنا لذلك انتو بتشوفو في عيادات الحكومة وعيادات الوكالة في مكان خصوصي يعني معد لاستقبال اللي هو المرضى اصحاب الامراض المزمنة اللي بيسموها نان كومونيكابول بيسموها غرفة الان سي دي يعني نان كومونيكابول ديزيز هدولة بتابعوا فيها مرضى الضغط ومرضى السكر ومرضى القلب طبعا انت في غزة روح تسألت من كل عشر طنفار حتلاقي يمكن عنا سبعة بيقولك انا معايا ضغط ويسقوا منهم يمكن تلاقي خمسة بيقولك انا معايا ضغط سكر تمام فمعدلات انتشار الضغط عنا عالية ضغط الدم والسكر عالية جدا ملاحظين ان الاسكيميك هار ديزيز والسريبرو فاسكولار ديزيز كانت هي الاسباب الاولى للموت في العالم سنة الالفين وخمسة وحافظت على اللي هو ترتيبها حتى سنة الالفين وستعش وكذلك طلع الهار ديزيز والسريبرو فاسكولار جلطات القلب وامراض القلب جلطات الدماء بعد هيك امراض نيونيتا طلع انت اللي هو الرسميراتوري تركت انفكشن سنة الالفين وخمسة كانت رقم خمسة السبب الخامسة الوفاة مع التقدم الصحي تأخرت وصارت السبب السابع للوفاة ملاحظين بدل ما كانت الخامس اللي هو الرسميراتوري تركت صارت السابع الكرونوكيدني ضلت زي ما هي ملاحظين انتوا انه الامراض كانت العشر صارت لحدها يعني التقدم الصحي سنة سنة الالفين وصف ما باركوه احنا سنة الالفين وعشرين اكيد الوضع شوية حيكون احسن لكن مختلفش كتير عن فكرة نظريات التعلم نظريات التعلمات ان شاء الله رب العالمين هنبدأ فيها في المحاضرة القادمة اتمنى انكو تدرسوها وتجهزوها علشان احنا نبدأ نحكي فيها للمرة القادمة بإذن الله